موسيقى الإسلام بين المظهر والجوهر الفرق بين التدين الحقيقي والتدين الشكلي والمنهج الوسط للإسلام أسئلة كثيرة وغيرها أطرحها على فضيلة مفتي الديار المصرية في لقاء الأول به في هذا البرنامج عبر قناة الناس مع فضيلة المفتي في بداية موسم جديد وموسم ثالث لهذا البرنامج المهم اسمحوا لي أن أرحب بعالي من الجليل فضيلة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام أرحب بولتك مؤلاء أهلا وسهلا أرحب أيضا بحضراتكم بالتأكيد وسؤلنا الأول لفضيلة مفتي الديار المصرية فضيلة الدكتور شوقي يعني تدين الشكل والتدين الحقيقي في البداية فضيلة الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فدعني أولا أرحب بسيادتك يعني ترحيبا خاصا في دار الإفتاء المصرية وفي هذا المكان الذي فيه عبق التاريخ وفيه الأصالة التي ننطلق منها إلى المعاصرة ونعالج بها قضايا الواقع وبهذا التدين الحقيقي لأننا في الحقيقة عندما ننظر في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسلك رسول الله وفي مسلك صحبته الكرام نلحظ أن التركيز إنما هو على القلب فالإسلام هو يعتني بالقلب أولا وتجد كلمة القلب مكررة كثيرا في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد أن الروح الحقيقية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملهم معه ومع شخصه الشريف تلحظ عنصر القلب وعنصر الروح وعنصر الوجدان والمشاعر تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحاضرة وتجاه الدين وتجاه المعالجة للقضايا فكأن الإسلام يركز أولا على داخل الإنسان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهكذا نجد هذا اللفظ الذي يعبر عن الداخل في الإنسان هو متكرر بما يعطي انطباعا بأن الإسلام يعتني بالجوهر أولا وأن الظاهر والشكل إنما هو ترجمة عن وقع في القلب حتى إنك عندما تجد تأتي إلى تعريف العلماء للإيمان فتجد أنهم يصرحون بأنه ما وقر في القلب وصدقه العمل فكأن المظهر في الحقيقة إنما ينبغي أن يكون متوائما ومتوافقا مع ما استقر في النفس وما وقر فيها وأنه إذا كان التذين في الحقيقة إنما هو منفصل عن الجوهر جاء الشكل فقط فإنه يعبر عن خلل نعم فكأن المنظومة ينبغي أن تكون منظومة الداخل هي متوافقة تماما مع منظومة الخارج بل منظومة الخارج هي منبثقة ومتصلة تماما ونابعة من الداخل داخل الإنسان ولهذا فإن التركيز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هزم الحوص في حديث سيدنا جبريل عليه السلام عندما جاء كما يروي سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جالس مع أصحابه الكرام وجلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان ثم قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإنك تجد إلى آخر الحديث الشريف فإنك تجد أن سؤالين هنا من أسئلة هذا الحديث الشريف بيان كثيرا نعم ركزت على الجوهر ركزت على الداخل لأن الإيمان إنما هو منطلق من المعتقد والمعتقد محله القلب فهو ركز على ذلك وأن الإنسان عندما يتعبد ربه في الحالين فإنما يتعبد ربه وأنه مستحضر كأنه يراه كأن الرقابة حاصلة وهذه الرقابة لا تظهر إطلاقا في مظهر خارجي وإنما تظهر في داخل الإنسان وشعور خفي عند الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه وهكذا فإن الأصل هو الجوهر الحقيقة التدين الحقيقي هو التدين الذي ينطبع في داخل الإنسان ثم المظاهر الأخرى إنما هي معبرة المظاهر الخارجية من العبادات من صلاة وصوم وزكاة ومعاملة الناس بالحسنة والانطلاق نحو التعمير إنما هو كله منطلق إلى المظهر حتى في الشكل فضيلة مفتي بديار يعني هل يحث الإسلام عليها أيضا البعض بيأخذ مظهر الحقيقة وزي معين وربما يكون بعيدا عن الجوهر كيف يرى الإسلام هذه الإشكالية إذا انفصل المظهر الخارجي أو الشكل عن الجوهر فإنه كما قلت سابقا هذا يمثل خللا كبيرا ولا يعبر عن حقيقة الإسلام الحقيقية ولهذا فإننا وجدنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسام على الله لأبره لماذا مع أن شكله قد لا يؤدي إلى هذه الصورة التي نحن نراها في بعض الأحيان ونثق في صاحبها وهكذا لأن الداخل كان نظيفا عنده كان طاهرا كان نقيا ومن ثم فإن هذا الداخل هو الأساس الإسلام إنما هو عمل القلب كما نحن نقول في أمثلتنا الشائعة ربك رب قلوب ربك رب قلوب نعم فإذا القلب في هذه الحالة هو الأساس إذا طلح كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسلت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب في الأساس هو المعيار الحقيقي لوجود التدين الجوهر ولهذا فإننا نركز كثيرا على هذه المسألة ونقول لأولئك الذين ينخدعون بالشكل الخارجي هو مطلوب كتعبير عن المظهر عن ما وقر في القلب لكن أن ينفصل عن ما وقر في القلب كما عند بعض أولئك الموجودين حاليا والذين يعيثون في الأرض فسادا انفصل المظهر عن المخبر أو عن الجوهر ولذلك أدى إلى خلل كبير كما سنقوله تفصيلا إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني ما فيش زي معين في الإسلام ولا مظهر يقول أن هذا الشخص أكثر إيمانا أو إسلاما من ذلك الشخص فالتفضل بكل شيء الحكم على الأشخاص من حيث الظاهر بأن هذا هو أكثر إيمانا وأكثر يقينا وأكثر تعبدا لله عز وجل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نحن إنما نقول بأن الإنسان إذا دخل إلى هذه الحظيرة الإيمانية فهو مؤمن وهو مسلم حسابه على ربه سبحانه وتعالى من حيث إن هذه الأعمال هي في حقيقتها مقبولة عند رب العباد هذا لا يستطيع إنسان أن يجزم وأن يقول بأن هذا الإنسان مهما اتخذ من المظاهر الشكلية ومهما اتخذ من المظاهر التي نقول بأنها قد تكون خادعة في بعض الحالات هذا كله لا نستطيع أن نحكم عليه نحن البشر وإنما حكمه إلى رب الناس سبحانه وتعالى وهو الذي يعني يحاسب على ما في القلوب ويحاسب على ما في الضمائر ويحاسب على النواية وأن من حيث الظاهر لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر وكما جاء في القاعدة الفقهية العظيمة الأمور بمقاصلها أو إنما الأعمال بالنيات وهل يتوافق هذا العمل مع ما في النية حقيقة والارتباط نحن نحكم بالظاهر لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب طيب الحديث متواصل مع فاضلة مفتي ديالي المصرية وكثير من الأمور نستوضحها بعد هذا الفاصل السريع مشاهدين الكرام ابقوا معنا أرحب بحضرتكم مجددا بصحبة فاضلة مفتي ديالي المصرية دكتور شوقي علام نتحدث في هذا البرنامج مع المفتي عن حقيقة التدين التدين الشكلي والتدين الحقيقي الإسلام بين المظهر والجوهر فاضلت الدكتور شوقي قبل فاصل فاضلتك عملت لنا إطلالة رائعة عن الفرق بين التدين الشكلي والحقيقي من هذا المنطلق اهتم الإسلام بفكرة بناء الإنسان البناء الشامل ليس فقط الشكلي لو تضعنا أيضا في الصورة كيف ركز الإسلام على هذا المفهوم هو طبعا في الحقيقة أيضا تأكيدا لكلام سيادتك بالفعل الإسلام إنما أتى ليربي هذا الإنسان حتى ينطلق هذا الإنسان من خلال هذه التربية الحقيقية وبناء هذا الإنسان ينطلق من خلالها إلى عمران هذا الكون وأداء دوره في الحياة لأن الإنسان هو خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض كما دلت الآية القرآنية في سورة البقرة عن أن الله سبحانه وتعالى سيجعل في هذه الأرض خليفة عنه فالملائكة يتساءلون هل ستجعل خليفة وهو كما هم علموا بمقتضى علم الله سبحانه وتعالى وإخبار وإياهم هل سيجعل في هذه الأرض من يفسد فيها فالله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلم هؤلاء وأن مقتضى هذه الخلافة إنما هو عمران هذا الكون وأنه طلب من الإنسان أن يعمر هذا الكون بمقتضى النصوص الشرعية الكثيرة المتوافرة في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفيك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إلى آخر الآيات القرآنية الشريفة فإذن الأساس هو بناء الإنسان كما جاء أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين بمقتضى ذلك أن الأساس هو العبادة أن الأساس هو معرفة الله سبحانه وتعالى وهذه المعرفة وهذه العبادة لا تكون إلا في إنسان متكامل من الناحية النفسية ومن ناحية العمل القلب وهكذا فاهتم الإسلام ببناء الإنسان ولعل في الحريس الذي ذكرناه سابقا في الفقرة الأولى في حريس سيدنا جبريل ما يوضح هذه الحقيقة وهو أن كل هذه الأسئلة التي سألها سيدنا جبريل عليه السلام إنما هي معنية أساسا بالتكوين النفسي عند الإنسان بالتكوين الإيمان عند الإنسان بالتكوين الرقابي الحقيقي عند الإنسان في رتبة الإحسان لأن هذه الرتبة هي رتبة بناء النفس الإنسانية الحقيقية أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قضية الإيمان ثم قضية العبادات التي تدل على هذا الإيمان وأنه لابد منها من صلاة وصيام وزكاة وحج كترجمة حقيقية عما وقر في القلب كما سبق في تعريف الإيمان أنه ما وقر في القلب وصدقه العمل إذن الحقيقة التي ينبغي أن نؤكد عليها دائما أن الإنسان هو الأساس وإذا بني الإنسان بناء حقيقيا فإن الحضارة الإنسانية ستبنى لأنه من خلال بناء النفس الإنسانية ومن خلال بناء الإنسان سينطلق الإنسان إلى هذا الكون معاملة وبناء وغير ذلك التجربة والتاريخ يدلنا على ذلك أنه ما من حضارة من الحضارات وما من تقدم حصل لمجتمع من المجتمعات إلا كان الأساس في هذا التقدم هو البناء الإنسان أنظر سيادتك الآن إلى الحضارة الأوروبية وكم ينفق على مراكز البحث العلمي التي تعنى بالبناء الإنساني في إيجاد ثقافة عامة لدى هذا الإنسان بصرف النظر عن ما وقر هناك لكن على الأقل أن يوجد ثقافة داخلية عند الإنسان فأنه مطمئن إلى أن هذه النظم المرعية عندهم إنما هي نظم تحقق المصلحة سواء كانت هذه المصلحة فردية أو مصلحة جمعية انطلقنا من المذهب الفلاني أو من المذهب الفلاني لكنهم نجحوا بالفعل إلى إيجاد إنسان كما أنا أحب أن أطلق عليه إنسان يعشق تطبيق القانون ومبدأ سيرة القانون عندهم نحن نريد أن نصل إلى هذه الرتبة وقد وصلنا إليها سابقا في بناء الإنسان الإنسان عندما بني بناء حقيقيا وصلنا إلى رتبة العشق لتطبيق النص الشرعي ولعل في هذا المثال الذي يعني هو محبب أن يذكر رائما في قضية تحريم الخمر وانظر إلى تطبيق النص الشرعي وتنفيذه من قبل أولئك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام وريدسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه هذه الكلمة وهي مجرد أمر أمر إلهي لكنه صادف هذه النفس الإنسانية المؤمنة التي تربت بالفعل أنظر إلى التنفيذ إذا صدف الإيمان الحقيقي قلب المؤمن يكون هناك مزمنة الحقيقة وتنفيذ هذه هي الثقافة التي تظهر هو مهمة لفضلتك نتعرض له بشيء من التفصيل بعد الفاصل فضلت الدكتور بقوة معنا مشاهدين الكرام سنعود بصحبة فضيلة العالم الجليل مفتدير المصرية أستاذنا الدكتور شوكي أرحب بحضرتكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم مع فضيلة مفتدير المصرية دكتور شوكي علام والحديث عن التدين أو الفرق بين التدين الشكل والتدين الحقيقي وكيف يحث الإسلام على الأخذ بالأسباب وأهمية الجوهر في الإيمان أرحب بفضلتك في فضلت المفتدير مرة أخرى إذن الأمر مرتبط كما تفضلت فضلتك قبل الفاصل أن يوافق الأمر هاول لدى إنسان أن يكون هناك إيمان حقيقي لدى المؤمن وبالتالي يستقبل الأوامر أو يكون لديه وعي وفهم بحقيقة منهج الإسلام الوسطي وفضلتك دللت بآية تحريم الخمر مثلا في فضلت المفتدير هو في الحقيقة هذه الآية ويعني غيرها من الآيات وغير ذلك من مواقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عصر ذهبي في الحقيقة في ارتباط الجوهر بالشكل وأن الشكل كان معبرا تعبيرا حقيقيا في هذا الوقت كل الأفعال التي صدرت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تدلنا على مدى تمركز الإيمان ومدى عمق هذا الإيمان في القلوب ولهذا وجدنا الرواية التي تقول وتحكي عن لحظة تنفيذ هذا الأمر لإلهي فيجتنبوه كأنها تقول بأن هؤلاء الناس في الحقيقة صفت نفسهم صفاء تاما فتقول الرواية عندما نزلت هذه الآية فيجتنبوه من كان في فمه يعني شيء من خمر مجه وطرحه وكسرت الدينان والأواني التي كان فيها الخمر كسرت حتى كانت شوارع المدينة أن تمتلئ هذا نموذج فريد لم يحدث في أي وقت من الأوقات في تنفيذ القانون هذا يدل على عشق حقيقي لهذه الأوامر كأنه يتعبد ربه وهو حقيقة صدق الإيمان صدق الإيمان هو يتعبد الله سبحانه وتعالى بتنفيذ هذا الأمر الإلهي وهو جزء من مكونات الحقيقة الإيمانية التي تركزت فيه وتمركزت في قلبه كيف لإنسان أن يتصور بأن شيئا من خمر ربما لا يطلب عليه أحد كان في الفم وكان هو بين الحلق وبين الخارج هو في الفم لا يراه أحد وكان يمكن أن يبتلع لكن الرقابة الذاتية الرقابة الإيمانية حقيقة تكوين الفرد المسلم وجدت حقيقة فطرح هذا الشيء المائع من فمه هل لإطلاع السلطة عليه في هذا الوقت سلطة سلطة الدولة وأنه يخشى العقاب أو أن الرقابة الذاتية الحقيقية الرقابة الخفية أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن المولى يراه هذا هو الذي رتبة الإحسان التي وجدت في حديث سيدنا جبريل وجدت بكل معانيها وبكل مقوماتها لدى الإنسان أو لدى الصحابي الكريم لماذا غاب هذا المفهوم أو هذا المنهج عن حياة البعض من هذه الأيام لا أعمن فضلة المفتي هذا سؤال مهم في الحقيقة جدا للغاية لأن كل الإشكالات الحاصلة عندنا الآن هو في غياب هذا الوعي الإيماني الذي كان عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن النظر الشكلية غلبت كأن الشكل هو الذي غلب على الجوهر عندما تنظر أنت سيادتك وربما هذا سيأتي في كثير من الأمور لكن عندما تنظر في قضية التحايل على القوانين الموجودة والتحايل على الحياة بحيث كأنه يقول لك يوجد لي وسيلة ومخرج من هذه المسألة مع أن هذا أمر يعني يمكن أن يوجد مخارج لكن عندما تربط هذه القضية بقضية الإيمان وقضية الرقابة الزاتية فإنك تقول إن كثير من التصرفات الآن خاصة في مجالة عديدة في الحياة في مجالة المعاملات بصفة خاصة في مجالة الوظيفة العامة في مجالة المعاملات فيما بين الناس سنلحظ في الحقيقة أن هذا الأمر الجوهر كان غائبا كثيرا طيب كيف نبني؟ الحياة الموضوع يحتاج إلى لقاء آخر مع فضلة مفتد يار المصرية لو أذن لنا فضلته فكيف نعيد بناء الإنسان لماذا خرج البعض مننا عن المنهج الوسطي للإسلام كيف يكون هناك تدين حقيقي وليس تدين شكلي وأن يكون المظهر ترجمة للجوهر مجموعة من الأسئلة نطرحها على فضيلة مفتد يار المصرية الأستاذ دكتور شوقي علام في الحلقة المقبلة إن شاء الله أنا أشكر فضلتك شكرا جديدا على هذا اللقاء شكرا يا فندم أهلا وسهلا إذن حتى نلقاكم في حلقة أخرى من برنامجنا مع المفتي نترككم في أمان الله ورعاية المشاهدين الكرام إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة